السلام عليكم. انا اتعرف على حاجة مهمة جدا في سلسلة مساعدة طبيب الاسنان في التركيبات السابتة. المهمة اللي معنا اسمها الشيد جايد. اولا في انواع ممكن تلاقيه عنده الدكتور. ممكن تلاقيه نوع اسمه الفيتا كلاسيك شيد جايد. ممكن تلاقيه عنده نوع اسمه سري دي ماستر. طيب بنستخدمه في حالة التركيبات السابتة وفي حالات البليتشنج لحالات الطبيب. طيب بنستخدمه ليه في حالات التركيبات السابتة. مش انا هجيب تركيبة وحطها في بوق المريض. يبانا محتاج التركيبة اللي انا اجيبها دي تكون نفس اللون بتاع الاسنان المريض ده. من خلال الشيد جايد بقدر اختار اللون المناسب والاقرب لايه لاسنان المريض. يعني ممكن تكون فتحة غامقة على حسن. وطبعا ممكن تكون مدراجة يعني السنة نفسها ممكن تكون عند ناحية السيربايكل كده ايه؟ غامقة شوية اما على عكس الانسايزل بتكون فتحة اكتر وهكذا. يبقى مهم جدا في حالة التركيبات السابت اللي احنا ناخد شيد للتركيبة. طيب في البليتشنج بيفيدنا في ايه؟ البليتشنج قبل ما بنعمل طبيب للمريض بناخد لون الاسنان. يعني مثلا نفترض الاسنان بتاعته ايتو. يعني شيد جايد يعني ايتو. بعد ما نخلص الاسنان بتاعته بتبقى فتحة بتبقى ابيض. فبالتالي بناخد شيد جايد تاني. وبنعرف المريض بعد البليتشنج بعد الطبيب. ان الاسنان بتاعته الدرجة اللون بتاعها اختلف. كانت غامقة شوية. وبعد الطبيب بقت ايه؟ افتح. مهم جدا هتلاقي في الشيد جايد ده قصات كل سنة موجودة هتلاقي رقم وحرف. يعني مثلا لو الفيتا كلاسيك هتلاقي مثلا في حاجة اسمها اي وان اي تو بي وان بي تو. ستريدي مسلا هتلاقي مثلا تو ام تو اه تو ام وان ام وان ار وان ال. باختصار هتلاقي على البساط كل سنة رقم وحرف. الرقم. الرقم والحرف. اللي اختار الدكتور يعني سي مثلا هيعمل تركيبة مثلا. وهو جال لك هاتي الشيد جايد. واختار مثلا اه الشيد المناسب للتركيبة دي تو ام تو. انت كده كمساعد طبيب اللي مفروض تعمله. هتيجي في ورقة وتكتب الشيد جايد تو ام تو. عشان الورقة دي بتروح لايه للمعمل. وكمان في دكاترة بتحب تحط الشيد بق المريض وتخلي الاسستنت ايه تاخد صورة. تمام? علشان الصورة دي بتروح المعمل.